بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات المرحلة الثانوان عامة مرحبا بكم على قناة النسور السعزة لشرح تفسيط قواعد اللغة الانجليزية ان شاء الله لقاء جديد وقاعدة جديدة وعلى بركة الله بسم الله الرحيم كالعادة شباب نبدأ دي عنوان القاعدة واللي بيقول لك الكونجونشنز او ما يوارف باسم الروابط القاعدة دي هتسمعها في اماكن تانية باسم كوننكتفز برضو الروابط هتلاقيها جاية من الفعل كوننكت كوننكت معناها يربط يبقى ايز ان الروابط دي هي عبارة عن كلمات انت هتستخدمها عشان تربط بيها جمل او جمز اي جملة طيب الروابطة شباب في فكرتها الاصلية عبارة عن شجرة ليها فرعين الوصنين مهمين جدا منها ما يعرف باسم الروابط الزمنية دي اللي بنبدها لك مع الازمنة زي المضرع البسيط المضرع المستمر يعني مسلا نقول لك المضرع البسيط الكلمات اللي هي والحاجات دي ونروح للمضرع المستمر ونقول لك الكلمات اللي عليه والحاجات زي كده نجيلك في المضارع التام. ونقول لك الروابط اتدل على مضارع التام هي كزا. والحاجات دي. نجي لك فيه الماضي التام ونقول لك ان الروابط اتدل عليه او الكلمات اتدل عليه اللي هنحتبرها ظروف زمان. ماشي في الماضي التام هتلاقي افطر والسناز والدينة دي كلها. يبقى ده النوع الاول او الغصن الاول من شجرة الروابط اللي هي الروابط الزمنية. يعني ايه? يعني اللي بتربط جمل لها علاقة بالزمن. تتأثر الروابط بالزمن اللي انت شغال عليه. النوع التاني او الفرع التاني من شجرة الروابط او الغصن التاني ميها هو اللي هنشتغل عليه النهاردة. هي الروابط التي ليس للزمن تأثير عليها. يعني مش هيفرج معها زمن الجملة. لان كانت مضارع ولا ماضي ولا اي حاجة مش فرجة جوا. نادرا ما هنلاقي فيه نوع من هذه الروابط لما هنوصل شوية قدامي ونلاقي الروابط اللي لها علاقة بالكوز او السبب ممكن للاقي فيها لها علاقة بزمن. لكن الروابط اللي احنا نشتغل عليها ان شاء الله في النوعية ديها اللي هي الروابط اللي بتربط جملتين النقطة مش مهمة فيها لها اوارد مغتلفة. يعني ايه لها اوارد مغتلفة? يعني مسلا ان ن данيك النوع الاولاني مسمو providing runtime الروابط التي تربط جمل متناقضة. كلمة معناها تناقض. يعني ده معنى ايه? ده معنى ان النوع الاولاني من الروابط اللي احنا نشتغل عليها النهاردة هي الروابط الليها التي تربط جملتين متناقضتين. طيب. نلفت الانتباه لحاجة تاني. موضوع الروابط موضوع كبير جدا وطويل جدا ولزا قسمناه لك ان شاء الله على فيديو هين. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن نوع واحد فقط من الروابط وهذا وباقي الروابط ان شاء الله هندها لك في فيديو تاني. وبالتالي النصيحة انك انت عشان بازن الله تلم بالروابط. وخصوصا الروابط التي لها علاقة بموضوعات مختلفة غير ازميلة الجمل. ان شاء الله تشوف الفيديو هين دولا مع بعض. وعلى بركة الله شباب صحيح نبدأ ونشوف ما هي الروابط التي تربط جملتين متناقضتين او روابط التناقض. وهنلاقيهم على بركة الله كالادي. قل ذو معناها على الرغم من. ذو زيها في نفس المعنى باللغة العربية الرغم من. ايفين ذو معناها حتى ولو. ايفين اف زيها حتى ولو. اوفر معناها على اية حال. بط معناها ولكن. واعتبر معناها ايا ما كان كذا. معناها لرغم من. ان اختهى في المعنى. وريجارد لس اوف بمعنى بغض النظر عن كذا. لو بصيت في روابط كلهم شباب هتلاقي ان هم بيدوني في المعنى باللغة العربية ما يفيد التناقض. انا بقولي على الرغم من كذا. لكن كذا. بالرغم من كذا. ايما كان كذا. يبايز ان بيديني نوع ايه? نوع من التناقض او تناقض ما بين الجمل اللي هي هتربطها الطرفين مع بعض بهذه الرابط. لو تلاحظ ان انا بيديك علامات او الوان ما بين الرابط. علشان اقول لك ان ذو ذو ايفين ذو. ايفين اف دول اخوات الشرطة دي تقولك ان داخل رابط جديد. هاويفر وبط اخوات. يعني اخوات بيدوا نفس الفكرة. ماشي دي حاجة لوحدها منفصلة. دي سبايت ونسبايت اوف وريجاردلس اوف دولة اخوات. وهناخد معهم حاجة تانية ان شاء الله لما نوصلوهم نفسرها اكتر. تعني نبدأ بيه اول جزء في هذه العائلة. ودولة اخوات منتبطين ببعض تماما. يعني مفيش فرج ما بين ولا واحدة فيهم. لما اقول اول على الرغم من ذو اختها ايفين اف اختهم هما الاربعة بيدوا نفس الفكرة او جمل بنفس الطريقة. وتعالى بقى على بركة الله نشوف القاعدة اللي هنشتغل عليه. هنقول او ذو او ايفين ذو ايفين اف ايه اللي اف ايه? عينك على اللي جاي وراه. ايه اللي جاي وراه? جاي وراه جملة كاملة? ولا حاجة تاني? ده اللي يهمني. نقطة تاني. مكان الرابط مهم جدا معي يا شباب. هو الرابط جاي. فاول جملة وملهوش بديل? ولا ممكن يجي في وسط الجملة? ولا مكانه ايه? ينفع هنا وينفع هنا? ده نقطة مهمة جدا تبص عليها انت شغال على الرابط. العائلة اللي هي شغالها الوقت اللي هي الرابطة في ده ناقد. · حمال الاربع ينجي فيهم جملة كاملة فيها فاعل ولrage معناها ان هذه الجملة لها باب. فيها الجملة الاولانية اللي فيها الرابط. طب الجملة التانية في هذه استقيمة يعني في فاعل وعند فاعل وسبب يعني فاعل وهåعنانها ايه لها تكملة. تمام كده يا شباب يبقى ايزا اني الرابط قل زو او ايفين ذو اف بيربطوا جملتين كاملين. جملتين كاملين. طب تعالا بة ناخد مثاله عشان نفهم الدنيا. بص يقول لك ايه. او 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 احنا قولنا هنجيبها وراهم. جملة كاملة. معنى جملة بالعربي لحد هنا ايه? طيب هو بقولك بالرغم اني نهضت من فراش مبكرا. يعني بقى كده ايه? ده حدث. في نتيجة تناقضت مع هذا الحدث. اللي هي اي مس ده بصفتني الاوتوبيس. تمام? يبقى هو بقولك عرغم النهوضه من فراش مبكرا. الا انه فات الاوتوبيس. ادي فكرة اللي اللي هي تراوه اللي هي روابط تربط جملتين متناقضتين. يعني الحدث في الجملة الاولى متناقض مع النتيجة اللي ترتبت عليه في الجملة ايه? في الجملة التانية. ده بقولك انا نهضت من فراش مبكرا. وبرغم من ده فاتني الاوتوبيس. الجملة اللي فيها الرابط بتاعك ايه الحدث اللي فيها? فيها الحدث. اللي بقولك انا حصن معايا كزا. تمام? والنحية التانية النتيجة المتناقضة من. يبقى جملة فيها الحدث. والجملة اللي النحية التانية فيها ايه? فيها النتيجة المتناقضة مع هذا الحدث. طيب. يفرج معايا ان الجملة لازم تبدأ على الطرف اليسار لحتى اخرها. والجملة التانية ده بس في الطرف التاني من الجملة ولا ينفع عدة الجملة التانية ده بس في طرف الجملة التانية ايه؟ ينفع. اما قس 쳐�你想 ففيش فيها مشكلة في الصياغة. يعني ينفع اجيبها في اول الجملة او في الطرف التاني من الجملة. المهم ايه? عيني على الرابط ايه اللي جاي وراء? جاي وراء جملة ولا جاي حاجة تاني غير كده. والحمد لله الحكاية سهلة في الرابط الهدامي حتى الان. ننقل لنقطة جديدة ومعنو مجددا. ملحوظة. اي عمل ملحوظة? خد بالك من حاجة. نلفت انتباهها شباب الحاجة مهمة جدا. لما اقول ملحوظة يبقى الملحوظة تخص الكلمة اللي انا هستخدمها من القاعدة. طبعما قلت الملحوظة هنا وجبتي فيها يبقى الملحوظة دي على مين? الملحوظة دي على الو وحدها. على الو وحدها من الاربع اخوات اللي احنا لسه قلنهم اللي هما تمام? ايه الجملة بتقول ايه? بولك عرغم انه هو غني الا انه غير سعيد. طيب مفيش مشكلة. عادي رزق قبلتها فيها حدث الحدث انه هو غني. انه تيجي المطلقة مع انه غير سعيد. راح اجاب لك كلمة الصفة بمعنى ثري او غني بحرف كابتا. عايز ايه كده هو? لا يستعمل لها بحيث انها تبدأ الجملة. يعني عايز الصفة تبدأ الجملة. اعمل ايه? تعال اقول لك تعمل ايه. بص يا سيدي. لما يكون عندك الفكرة دي. الله امستر لم تحمي بتاعنا كله تشوز. يا عم احنا مش بنبدي بتحقنا والله يا شباب. احنا بنبدي بنعلمك لغة. بنعلمك لغة. تمام? فلازم تتعامل معها وتعرف تعامل معها ازاي. طيب هابدأ يقولنا دي بيه? هابدأ بالصفة اللي هو واجبها لي. مش واجبها لي بحرف كابتال ايه? ايا كانت الصفة. احنا هنجيب ايه? في الصفة اللي هو واجبها. وبعد كده هنجيب من عندنا حاجة اسمها از. ماشي وبعد كده هو الفاعل ثم جابه مصدر عشان تشكله حسب الفاعل اللي جيبته هنا. وبعد كده دي كده ايه? ده الجزء الاولان من الجملة اللي هو جزء اللي فيه تمام? بعد كده هنجيب الجملة التانية انه واضي بتقولك انها هنخش على الجملة التانية اللي هي هي هتكملها لحد الاخر ما فيش فيها مشكلة. تعال انطبق القاعد على الجملة اللي احنا جايبنا. مين بقى اللي هيبدأ? هيبدأ ريتش اللي هي الصفة هجيكتب هيجيبناها. طيب خلي بالك من حاجة. اني ريتش دي بمعننا بحرف كابتال هتحل محل مين? هتحل محل الرابط. جميل كده جات مكانها قصدي تاخد مكانها قادر على قصوده بكلمة تحل محلها. طيب نكمل به نجيب از اهي ماشي وبعد كده هي از تمام كده كويس خالص. ماشي اهي از اهي قاعدة اهي? هي از كمل جملته هيز انهابي. يبقى محملناش حاجة في الجملة التانية خالص. اهي هي از انهابي نزلت زي ما هي. ايه التغيير اللي حصل? التغيير حصل في طرف الجملة الاولاني. شلنا الرابط اولدهو. بدأنا مكانه بالصفة. وحطينا رابط بديل اللي هو عشان ايبقى معنى الجملة ايه? معنى الجملة بالعربي مش هيف ركتين على الجملة الاولى. معناها برقم كونه غني الا انه ايه? الا انه غير سعيد. بس كل الحكاية ان احنا ببقى انه جاب لي الصفة بحرف كابتال عندما انها عايزي بدأ بيها هي. هنخليها جهو هي في الاول. نجيب له از من عندنا. نجيب له الفاعل. وبعد كده نجيب له الفاعل. حسب هذا الفاعل والجملة التانية تنزل زي ما. نروح لمعلومة جديدة وصياغة جديدة. وبيقول لك يجي وراها جيراند والنحية تحت الله. ايه المعلومة دي بتقول ايه مثل المعلومة دي? المعلومة اللي احنا كنا بنقولها من شوية يا شباب ان جملة جملة كاملة فيها فاعل وفاعل صح? فيها فاعل وفاعل. تمام كده? الله. اما ليه حكاية الجيراند دي? اه. خد بالك ان الجيراند اللي هو مزة زاد اين جي. يمثل بالنسبالي في اللغة الانجليزية حاجة اسمها اسم فاعل. واسم الفاعل في اللغة الانجليزية بديل للفاعل. يعني ده معناه ان ده مش جيراند بالطبيعة اللي انت اوخدها عنه فكهة ان جاي ورا. يا مستر ازاي hacen? هل اذا سعي وراهاuuuu قبلو? هايوة. ما الجيراند اللي انت قدامك ده اسم فاعل بدين للفاعل. حرف الدليل ان الجملة فاعل فيها فاعل اللي هو اللي انتشاف قدامك ده هنا. والنحية الثانية الكاملة اللي فاعل وفاعل. تمام? يبقى القاعدة اللي هي although. kun سعي zech م싶ة زي ما انتشاف كده قدامك وفاعل وفاعل. هي 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 القاعدة اللي موجودة فوق في الصياغة اللي قدامك. فنعني Mormال اللي لوضح بص المثال ده على بعضها اسمها اسم فاعل يعني فاعل عندي باللغة الانجليزية. على الرغم ان العمل لساعات طويلة كأنها بديلة للكلمة فاعل. تمام كده؟ عارف الدليل ان جاي وراها فاعله هو فاعله هو يسوي كلمة تمام كده؟ وبكمل جميلتي. على الرغم ان العمل لساعات طويلة حاجة صعبة. تمام؟ انا بستمتع بيها. يبقى برضو بتربط جميلتين متناقضتين. بس خلي بالك من ان الجرند اللي قدامك ده هو مش جرند بطبيعته العادية. يعني مش فاعل زادة نجي وخلصنا. لا. ده ده يمثل عندي اسم فاعل لانها دي كلها اسمها معايا اسم فاعل بدليل في فعله. وبكمل جميلتي لحد الاخر. تعال نشوف مثال كمان. على الرغم ان تناول الاطعمة السريعة. بداي اكد لك ان دي اسمها اسم فاعل. ما تقول ليش جرند وتسكت. ليه? لان في فعل جاي وراها يؤكد ان هي تنوق محل الفعل او تحل محل الفعل. بدليل الفعل. بكمل الجملة تانية. المعنى الجملة على بعضها. على الرغم من اني تناول اطعمة السريعة حاجة ضرة. الا انها مناسبة للناس ايه? الناس اللي مشهولة وقتها مش فاضل. مناكد على معلومة اني جملة في الامس اللي احنا اشترلنا عليها كلها. جملة فيها الحدث. والنحية التانية النتيجة المتناقضة مع هذا الحدث. يبقى لا زالت الروابط احنا اشترلنا عليها حتى الان وتربط جملتين متناقضتين. ومعلومة جديدة وعنوان جديد وبط الله. ايه بط دي? ما احنا قلنا يا شباب ان احنا عندنا مجموعة من الرابط في هذه العائلة. كل مجموعة لها لقب بعضها بنجيبها مع بعضها. تعرف البط اللي هي الرابط الجديد. ونشوف الجملة بتاعته طبعا بط مختلفة تماما لان ملهاش غير مكان وحيد. وسط الجملة. ما ينفعش تبدأ الجملة. ما ينفعش تبدأ الجملة في فكرة ربط جملتين متناقضتين. هتلاقي جملة على اليسار فاعل فاعل وهي هنا التلات نقطة دون معناها بتكمل الجملة بتاعتك فيها مفعول او ما اي اي امكان يعني. ثم تأتي بط كرابط ثم الفاعل والفاعل لجملة الجديدة. بط معناها ولكن وبرضو فكرة احدى ربط جملتين متناقضتين. هنشوف احنا اشترلين عن المسال احنا اشترلنا عليه هو هو بتاع من شوية. بس شوف يلا حصل مرة دي. اه انا نهط من فراشي مبكرا. بط اي مست دا بس. ولكن فتني لتوبيس. اه. واخد بلك في الفرق ما بين بط وقلزو ايه? قلزو كان بتيجي فول الجملة. وجملتها هي جملة الحدث. اللي هي اي جوت اب ايري دا الحدث. وكانت الناحية التانية جملة النتيجة المتناقضة عليه. اللي هي اي بس دا بس. بط عكسها. بط جملتها هي جملة النتيجة المتناقضة مع الحدث. يبقى قلزو جملتها جملة الحدث. اللي هي اي جوت اب ايري. والناحية التانية النتيجة المتناقضة معها. بط لا. بط جملتها هي جملة النتيجة المتناقضة مع الحدث اللي وقع في الطرف الاول. طب ينفع نبدل بط من وسط الجملة ان طلعها برا ما ينفعش. بط ما لهاش غير مكان وحيد في وسط الجملة. نقول الجملة تاني. اي جوت اب ايري. نهط من فراشي مبكرا. بط ولكن اي مست دا بس. والمعلومة كده اكتملت تهمني. ان بط جملتها جملة كاملة. فيها فاعل فاعل لحت الاخر. وجملتها جملة ايه? جملة النتيجة المتناقضة مع الحدث في طرف الجملة الاول. نروح لي رابط جديد من الرابط اللي بتقول الجملة المتناقضة ايضا. وهو ومعناها على اي حال. وبرضو زي ما قلنا بنكرة ان الرابط شباب كلها في معناها يعني متساوية تقريبا. طيب تعال نشوف المكان الطبيعي لهوفر. الله يعني المكان الطبيعي مسر. يعني بعد شوية هجيب لك ملحوظة وغير مكان. هوفر هنا الوضع الطبيعي بتاعه انه يجي وسط جملة. ولو بسيط ما بين هوفر وبط هتلاقي ان هما متشابهين. الفاعل ثم الفاعل دي جملة الاولى. ثم الرابط بط. او هوفر ثم فاعل وفاعل ايه? وتكملة الجملة التانية. بده معنا ان هوفر وبط اخوات في الفكرة دي. ايه الفكرة دي? انه يجوا في وسط الجملة ده وضعهم الطبيعي. ان جملتهم جملة كاملة. الجملة اللي هما فيها هي جملة النتية المتناقلة مع الحدث في الطرف الاول. ودي المعلومة الطبيعية الهوفر لان فيه بعد شوية معلومة استثنائية هاولها لك في معتها. تعالنا ناخد المثال. اي جو طاب ايرلي. الله مستدبش لايء مثال غير ده. والله الامثلة كتير. بس انا عايز تلاحظ الفرق ما بين الروابط اللي هي من عينة واحدة مع نفس المثال. شوف شكله بيتغير ازاي? وبيحصل له ايه? اي جو طاب ايرلي دلوقتي يعملين زي بط اهو. ودي ايه? بط. ادي هوفر زيها. اي مستدباس. يبقى الحد دلوقتي. هوفر وبط في الفكرة دي واحد. جملتهم مفيش فيها اي احتلاف ما بين بط وما بين هوفر. تمام? بتأكد عنا معنومة اني الجملة في الطرف الاولاني هي جملة الحدث. اي جو طاب ايرلي. نحط من فراشي مبكرا. هوفر على الرغم من ده. او على ايه اتحال اي مستدباس اللي هي جملة النتيجة المتنقضة معها. طيب. ونروح لي معلومة جديدة. الله. ايه المعلومة جديدة اي مستدب? ايه اللي حصل? اللي حصل ان انا في الجملة الاولانية كنت جايب لك اي جو طاب ايرلي وكومة وهوفر وكملت. المرة دي لا. المرة دي هجل لك اي جو طاب ايرلي. جملة منتهية بفولستوب. هوفر تبدأ الجملة وبعدها كومة اي مستدباس مفيش مشكلة. يعني هوفر تيجي وسط الجملة سواء بكومة او بفولستوب مفيش مشكلة خالص. بس المهم انها تكون مكانها فين? مكانها في الوسط. تفرط في البانكشفيشن اه تفرط. لما بيكون في كومة الحرف وراها هيجي سمول لكن لما جات فولستوب الحرف وراها جاي ايه? جاي كابيتل. لحد دلوقتي هوفر جاية في الوسط. جملتها جملة كاملة? اه. جملتها النتيجة المتنقضة مع الحلس في الجملة الاولانية? اه. هل هناك اختلاف في حاجة جديدة? اه. تعال نشوف الاختلاف. يقول لك ملحوظة لاحظ. ايه اللي حصل? حركت هوفر من وسط الجملة جبتها في الاول. طيب. هل ده يفرج? اه يفرج. فوق لما كانت هوفر جاية في الوسط كانت جاية وراها جملة كاملة فيها. فعل وفعل. سواء كانت لما عملنا لها جملة واخدناها كشكل رابط في جملة متصلة عادي. او لما فصلناها وقلنا بحرف كابتل برضو كما فيش مشكلة. برضو وراها فعل وفعل. لكن لما جاد هوفر فاول الجملة يجي وراها حاجة من اتنين. يأما صفة يأما زرف. يأما صفة يأما زرف. ال اي دي جي دي اختصار اجي اكتب. وال اي دي في اختصار ادفورب. تمام كده? والجملة في الطرف الاخر جملة كاملة مفيش فيها مشكلة خالص فعل وفعل وها تعال نشوف مثال عشان الدنيا تبقى اسهل. بص المثال ده اقول ايه معنى الجملة? معنى الجملة برغم من كونها شطرة ماهرة. تمام? او على الرغم من شطرتها. لكن للاسف ايه? فشلت فيه الامتحان. بص يا سيدي. جاي وراها ايه بقى? جاي وراها صفة. بقى دي الاحتمالة ولا انها معاها الناتج ايه? وراها صفة. كمل. بعد كده دي تكملت الجملة. ماشي? الناحية التانية فيه جملة كاملة فاعل مع فاعل مع باقي الجملة بتاعتي. تمام? ممكن تبدأ الجملة. اه ممكن تبدأ الجملة. ايه وراها احتمال من هنا. اما صفة زي ما شايفين في الجملة اولانية. وعندي هنا هو في فاعل وفاعل اهو. يبقى وراها صفة وبعد كده فاعل وفاعل. ماشي جملة الفطرفالاخر فيها جملة مكتملة فاعل وفاعله وكمان المفعول بتاعها. طيب هل محافظة هاوفر مع فكرتها اللي هي ان الجملة بتاعتها جملة فيها النتيجة المتناقضة مع الحدس في الجملة الاولانية ولا اختلف الحكاية? لاختلفت الحكاية. اختلفت الحكاية هنا لما هاوفر طلقت برا جات جملتها تمثل جملة الحدث والنحية التانية النتيجة المتناقضة مع هذا الحدث. عارف كده هي في الفكرة تشبه ايه? تشبه although لكنها طبعا متخالفة معها في الصياغة لاني although ما ينفعش يجي وراها سفر. تعروح للمعلومة الجديدة ان هاوفر المرة دي هنجيب وراها ايه? هنجيب وراها ظرف. هاوفر ايرلي اي جوت اب اه. ايرلي هنا هو ظرف. ايرلي ظرف. تمام? هاوفر ايرلي اي جوت اب رغم النهوض المبكر من الفراش بتاعي للاسف ايه مسز باص هنا ايه? النتيجة المتناقضة مع هذا الحدث. النتيجة المتناقضة مع هذا الحدث يبقى. الحدث جاء في جملة هاوفر والنحية التانية جاءة ايه? النتيجة المتناقضة معها. هنا بنأكد على معلومة ايه? ان هاوفر لما بتطلع بر الجملة بيختلف الجملة اللي هي جاية فيها عن ما كانت وسط الجملة. لما كانت وسط الجملة كانت جملتها جملة النتيجة المتناقضة مع الحدث في الطرف الاول. لا. هنا بقى حصل معها العكس لما طلعت في الاول. لما طلعت هاوفر في اول الجملة بقيت جملتها هي جملة الحدث والنحية التانية النتيجة المتناقضة معها. يهمين ان هاوفر لما تغير مكانها جملتها يبقى فيها اما صفة او ظرف والنحة تاني جملة كاملة. روح رابط جديد وهو واتبر. طيب واتبر يا شباب المعنى الطبيعي لها احنا لسه يبينه من شوية اي مكان. لكن انا لما هستخدمها ان هو كرابط يفيد التناقض او يربط جبنتين متناقضتين هتلاقي معناها بالعربي يشبه ايه? يشبه معناها على الرغم من كزا او كانو برغم كزا. تمام? يبقى واتبر لو استخدمتها كرابط تربط جبنتين متناقضتين يبقى هيتلاقي معناها يشبه بالعربي معناها ماشي? الله وليها استخدام تاني قالها استخدام تاني بس تسبر على شوية. تعال نشوف لو جات كرابط يربط جبنتين متناقضتين سيغيتها تكون ازاي? قاعدتها ايه يعني? هتلاقي تبدأ جملتي ماشي ووراها نون وبعد كده باقي الجملة. ثم طلب الجملة التانية مكتمل جملة كاملة فاعل وفاعل لحد الاخر. يعني يا مستر يعني نبص على المسال. بص يا سيدي ماي ايرلي جتب دي اسمها نون. نقول ايه ماي ايرلي جتب اي من كان او على الرغم من على الرغم من نهوضي المبكر اللي حصل اي مستر ده بص فاتني لوتو جيس. بص على جاي وراها نون ماي ايرلي جتب دي اسمها عندي في اللغة انجليزية اسم اللي هي معناها نهوضي المبكر. على الرغم من نهوضي المبكر اي مستر بص طيب نحلل الجملة جملتها جاي فيها هنون. ماشي? اللي هو ماي اير لي جيتاب دي اسمها هنون. طرف الجملة التانية فيها جملة مكتملة فاعل وفعل لحد الاخر يبقى ده واضح في الحكاية دي طيب. جملة انها هو فيها الحدس ولا النتيجة المتناقضة معه فيها الحدس اللي هو الاستيقاظ. النتيجة المتناقضة معها جاية على الناحية التانية. طيب ينفع اقول اي مس ده بس. ماي اير لي جيتاب اي ينفع. ايما فيش مشكلة اني تبقى افطار في الجملة الجملة الاولاني او نقلب الجملة فيش مشكلة خلص في الحكاية دي معي. ايه المرحوظة دي? انه حوزة تقول لك اني انا عندي استخدام تاني الواتفر غير فكرة التناقض. هنا بقى لما هستخدمها في الفكرة الجديدة معناها ايما كان. مش معناها على الرغم من كذا. لما اقول لك يدو الله الله ده جاي وراها فعل وفعلة اهو. يبقى جاي وراها ايه? وراها جملة عادية. فيها فعل وفعل. الرابط اللي يفيد التناقض كان جاي وراها ناون. اللي هي ما ايه اللي جيت. طب هنا مسلا. تمام لك انها جاي وراها فعل وفعلي بايزا دي حاجة تاني. وتفر يدوه ايا ما كان ما ستفعله. يعني اللي انت هتعمله ايا كان هتعمل ايه? اوا تلمس هذه الملفات. يبقى ده استخدام جديد لواتفر. هنا ما فيش تناقض. انا هنا مش متناقض الحاجة معها حاجة لا. ايا كان ما اللي هتعمله? ابعد عندي ما تلمشي الحاجة دي. وروح لمعلومة جديدة. والمعلومة جديدة هي جزء اخر من روابط التناقض وهي. كلهم كأنهم بيقولوا بلغة العربية على الرغم مين كزا? والاربعة روابط قلدامك دولة اخوات فكرتهم واحدة. يعني فكرتهم واحدة? يعني نسيغتهم واحدة. وتعال نشوفها نشتغل عليهم ازاي? على الرغم مين? بغض النظر عن كزا. الله مول فين كلمة وفاعلة مستر. عشان القاعة لما تبقاش واخد السطر جديد وتفضل في مكان واحد. جبنا لك كده. تمام وهنقولها لك في الامثلة. وبعد كده نون وفاعل وفاعل في الجملة التانية. الله. يعني ايه مستر الكلام ده? يعني ده معناه ان جملة ييجي وراها نون. خلي بالك ده الاحتمال اولاني. لان ليها فكرة تانية. او صياغة تانية. ده كده طرف الجملة الاولاني. الجملة التانية فيها فاعل وفاعل. الجملة التانية فيها فاعل وفاعل. لحد الاخر فيها معناه ممكن وفيها مفعول. تعالوا بص على المسال اللي احنا شغالينا عليه هو هو بتاع النهو من الفراش مبكرة. احنا ما كناش حاطينها هنا زي ما قلنا عشان قاعدنا بتاخدش سطرين انتباعينك شايفها على بعضها. عادي اللي جاي وراها ده اسمه ايه نون. احنا لسه وقدينها من شوية. لما كنا بنتكلم مع. يبقى دي اسمها نون. تمام? على بعضها الجملة على الرغم من على الرغم من نهوضي المبكر. طبعا من الفراش. الجملة التانية فيها ايه? فاعل وفاعل وتكملة. اي مستدرس. فاتني الوتوبيسي. طيب جملتهم تمثل جملة الحدث. اهو اللي هو الاستيقاظ او النهوض من الفراش مبكرة. الناحية التانية التناقض او اللي ايه? النتيجة المتناقضة مع هذا الحدث. وده المسال بتاعنا. طيب ينفع نبدل الجملة يعني ينفع نبدأ بالطرف الاخر اللي هو طرف النتيجة المتناقضة مع الحدث ايه ينفع. ايه الجملة الكاملة. اللي هي فاعل وفاعل اي مستدرس كم منها? تمام كده? يبقى سواء بدأت بالجملة النون بتاعتهم لحد الاخر ينفع بدأت بالجملة التانية اللي هي النتيجة المتناقضة مع هذا الحدث ما فيش مشكلة خالص في الحكاية دي. وده الصياغة الاولى اللي هي ايه? اللي هي يعني يجي فيهم نون او جملةهم يكون فيها انا ونقول ناحية التانية جملة مكتملة. الصياغة البديلة بنقول لك عليها ايه بقى? المرة دي يجي وراها يعني يعني موزف زي يجي. طرف الجملة التانية هي بقى فيه فاعل وفاعل لحد الاخر ومع هاك الجملة مكتبلة. تعاني نشوف المسال. اهي. عشان بس واحد انت ما اكتبهاش في قاعدة ليه? قلنا ما اكتبهاش في قاعدة عشان القاعدة تبقى على سطر واحد. اللي جاء وراها النهوض مبكرا. يبقى برغم من النهوض مبقيا. هنا بقى جات في شكل الجيراند. من شو كنا نجل من هلك ناون. طرف الجملة التانية يبقى لا زالت جملتهم تمثل جملة الحدث. والناحية التانية النتيجة المتناقضة. طب ينفع نبدلهم? اه ينفع. يعني ينفع ابدأ بجملة النتيجة المتناقضة. اه هنبدأ ايه. ايه. والناحية التانية يجي. الجيراند بنكمل معه. كده شباب نكون احنا خلصنا الجزء الاول من القاعدة. تناولنا في روابط التناقض فقط. روابط التناقض الفقر اللي هي اسمها وفي هذا الاطار تناولنا معك وتناولنا معك وبعد كده ان شاء الله القاعدة زي ما قمنا لها باقي وفي الباقي ان شاء الله بتاعها في الفيديو اللي جاء ان شاء الله لناول معك باقي الروابط بعائلاتها المختلفة. ان شاء الله نتمنى ان كنا ان انت تكون في همثقادة بالشرح المبسط لها. ان شاء الله انتظرنا في مزيد من الشرح مع معلم خبير اللغين زي مسرس عزة. السلام عليكم واركاتو.